السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتهلا بكم في فيديو جديد في اليوم سنتحدث عن الوكتوفير او انواع الوكتوفير التي تكون موجودة في الموتسيكولات الصيني هنعرف كل نوع يتوصل ازاي ويشتغل ازاي عشان نفرج بين الوكتوفير الوكتوفير على البطارية والوكتوفير على ملف الكهرباء عندنا الوكتوفيرات في الموتسيكولات الصيني عامة تكون عبارة عن نوعين نوعين من حيث دايرة التشغيل نوع منهم بيكون معتمد في تشغيله على ملف الشاحن وده اللي بيكون موجود في الموتسيكولات الصيني العادية زي الضاين والحلاوة والحيات العادية واللي بيكون زي دا كده اتنين فيشة تمام؟ طبعا بيكون فيه منه حجم كبير وفيه منه مية وخمسين حجم صغير مع اختلاف الاشكال ولكن التوصيلة او التوصيل الى الاسلاك بتكون موحدة في الاتنين وده سبق وشرحناها في دور التعلم كهرات الموتسيكولات في فيديو وشارح دائرة تشغيل الهواتق مشاهدةها في الموتور اكبر نوع الأول الذي سيكون من اغلب الموتسيكليات الصينية بالنسبة لنوع الثاني بيكون نوع ثاني شغال على كهربط البطارية وده بيكون متوجد معنا في موتسيكولات ضاين ستة برضو بيكون عبارة عن اتنين بها بالشكل ده هوا يعني اقتوفيريين اللي معانا ده هوا ده guessing اقتوفيرين دايون ستة مع اختلاف الشكل طبعا ولكن طريقة التوصيل واحده اقتوفير بتاع اليون 06 ما بيعتمدش على الملف في تشغيله بيعتمد على البطارية يعني بياخد كهربا سابتا عشان يكون بعامله اما الاكتوفاير بتاع الصين العادي فبياخد كهربته من ملف الشاحن من مخدة التشغيل اللي بتكون في الملف عشان يكون برضو بعمله دريجة توصيل الاكتوفاير بتاع الداين 6 هي هي نفس دريجة توصيل الاكتوفاير بتاع الموتسكليات الصين العادية ولكن بتختلف معنا حاجة وحدة ألا وهي السلكة الكهرباء السلكة اللي بتغزي الكتروني كهرباء في الموتسكليات الصين العادية بتكون السلكة دي راكبة تحت جاية من ملف الكهرباء بكلونها أسود بخط اما هنا عندنا في الضيون 6 لا السلكة تكون جاية من البطال من قدام دام او من الضفيرة تكون سلكة لون اسود بخط بيض نفس السلكة اللي بتكون في البطال بتاع القفير الصيني بتكون هنا موجودة في الضيون 6 ولكن دي مش بطال لا بتجيب كهرباء من البطال نفسه تمام اما باج التوصيلة فالتوصيلة بتكون واحدة بنلغي منه الطرف اللي فوق لان طبعا البطال بيشتغل عن طريق فصل الكهرباء عن الضفيرة فبنحتاج غير بس الطرف اللي تاحد بنجيب له سلكة من الضفيرة تمام عشان خاطر الكورونا دا يشتغل اما توصيلة باج الاسلاك اللي بتكون موجودة معنا فهي هي نفس توصيلة الاسلاك اللي بتكون موجودة في الاكتوفير بتاع الموتسيكل الصيني العادي تمام يبقى طريقة التوصيل واحدة ما بتختلفش معنا غير السلكة اللي جاية من الملف الاكتوفير دا العادين 6 لان النافذال يستبدان بسلكة جاية من الضفيرة عشان الاكتوفير دا هو يشتغل ويجبون بعمله ما ينفعش ابد ان الاكتوفير دا باكال الاكتوفير دا هو وتلقائي كده عشوائي لازم اعدل التوصيلة يعني ما ينفعش اركب الصيني على اضافة ولا اضافة على الصيني غير لما اعدل التوصيلة وعدل نظام التشغيل الوكتوفير الدعم 6 اللي انا ركبته على نفس توصيلة الموتسيق الصيني بمجرد ما شغل المكان هلاجي الوكتوفير ده فرجع ومشتغل شي معايا كذلك الامر في الوكتوفير الصيني لو ركبته على الوكتوفير 6 بمجرد انه نفتح الكونتك وتوصل كهربال الوكتوفير هلاجي الوكتوفير ده حصل فيه انفجار او فرجعت واتحرك بالكامل ده بالنسبة للوكتوفير اللي شغال على دايرة الملف بتاع الموتسيق الصيني اللي بيشتغل على ملف الشحن والوكتوفير اللي بيشتغل على البطارية بتاع الديون 6 طبعا بتاع الديون 6 في منه اشكال زي ما احنا قلنا وفي منه حسب البيانات اللي بتكون موجودة عليه في منه 12 فولت 2 امبير او 12 فولت 3 امبير وفي منه 10 امبير على حسب ان انت عايزه تمام طبعا بتختلف الامبير الامبير بيختلف فالكتوروني من حياس قدرة الكهربة يعني اللي بيكون 3 امبير بيشتغل على اجل الكهربة موجودة معك في البطارية بل ممكن تخلع البطارية ويشتغل على الكهربة الخارجة من الملف اما لو اللي بيحتاج لكهربة قوية من البطارية ولو البطارية معك ضعيفة هيعمل معك مشكلة في المكنة اما الاكتوفير في الصين العادي يكون شغال على 2 امبير لكي يستعمل على مخدة التشغيل الملف لا يوجد علاقة بالبطارية نوع اخر من الاكتوفيرات بيكون موجودة في المونسيكولات البينيلي ويكون شكله وتوصيلته شبيهة لتوصيل الاكتوفيرات العادية ولكن بطريقة اخرى ان شاء الله سنشرحها في فيديو اخر الزيء اخر من الاكتوفير تاني ويكون شكله عبارة عن فيشة واحدة الاكتوفير التعديل بديل للملف الكهرباء في المونسيكولات الصين العادية الاكتوفير نفسه من الاكتوفير يكون عبارة عن فيشة واحدة دائرة التشغيل بتاعته بتعتمد على البطارية الاكتوفير الذي فيه به هو بيعمل على كهرباء البطارية كما بدأت ضاون 6 لا يستعمل على كهرباء الملف الفارج يوجد مختصرين يوجد فيشة واحدة هذا يوجد في الموتسيكليات الهوين 180 ويوجد في التروسيكليات 200 طريق التوصيله سهلة جدا وبسيطة لا يوجد أي تعجدات الكليبس تحت على اليمين يوجد السلك الكهرباء الذي يأتي من الضفيرة ويغزي الالكتفائل الكليبس يوجد السلك 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 السلق الأزرق بخط أبيض الذي جاء من النابط الكليبس يأتي من الأرض السلق أريد من الضفيرة هنا يوجد السلك الأخضر بخط أبيض لا شيئ السلك سيجعل العثم بفضل السكي الضفيرة الشفر سيكون راجعة من النابض حما السلكة الأخضر بخطة بيض سيكون داخله واخد أرضي من اللوكتوفير ومدخلها للنابض والنابض ما رجحه له في الأزرق فبالتالي النبض أصلا بيكون مربوط في جسم المتور فبالتالي يوصل له أرضي فنحن ما بنحتاج منه وراء السلكة الزرجة بخطة بيض فقط لغير دي طريق التوصيل اللوكتوفير الميتان التعديل اللي بنعدله البديل عن الملف في الموتسيكلات الصيني يعني لو أنا حابي بالغي الملف وشغل الملف شاحن بس بجيب اللوكتوفير ده وبركبه على المكنة بيشتغل معي على كهربائة البطارية برضو ممكن أعدي اللوكتوفير واركب اللوكتوفير دون 6 على موتسيكلا صيني عادي هيشتغل برضو معي ويؤدي نفس الأداء وكده أنا هالغي الملف هستعمل الملف للشاحن فقط لغير دي كانت أنواع اللوكتوفير في الموتسيكلات الصيني وطريق التوصيل كل اللوكتوفير منهم في الفيديو القادم التعديل اللي احنا بنركبه على الموتسيكلات الصيني بديل للملف وهقولك على أفضل نوع اكتوفير ممكن تركبه ويدي معاك أداء مظبوط لو انت حابب تعمل الموضوع ده هو ترغي الملف وتركب اكتوفير يكون شغال على الكهرباء زي بتاع الضايون 6 ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم مستفدتم منه وقدر تقدم لكم المعلومة بشكل صحيح وقدر تفيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته